دعا المجلس العربي في كاركوكا الأجهزة الأمنية الاتحادية إلى أخذ وسائل الحطة والحذر كافة الحفاظ على حقوق أبناء الشعب في كاركوكا المتمثلة بصنادق الاقتراع وشدد على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن وسلامة شعب كاركوك وقال المجلس في بيان الله أنه في الوقت الذي نستنكر فيه العمل الإرهابية الذي استهدف قواتنا الأمنية التي تحمي مخازن المواد الغذائية والمخزنة فيها صنادق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب فإننا لا نستغرب هذا العمل الجبان الذي تحاول من خلاله كل الأطراف الرفضة لقرارات مجلس النواب والسلطة القضائية وكل من يحاول تمس الحقائق وإرادة أبناء كاركوك الحقيقية المتمثلة بصنادق الاقتراع والتي ستظهرها عمليات العد والفرز اليدوي إذا مجرت بشفافية ونزه ترجمة نانسي قنقر